فإذن يسوع بيتميز بالمحبة وأي نبي قدم محبة بصراحة رسالة المسيح وتلاميذ المسيح نشروا الرسالة ما كانش عندهم طموح يعني مادة ما كانش عندهم شيء مثل ما سمعنا اللي صار في تركيا السبي والغزو والقتل وقطع الرؤوس واغتصاب الفتيات وبيع الأولاد ما فيش كل تاريخ الكنيسة مع أنه فيه تاريخ ملطخ يعني هذا تاريخ ونحن نحكيه بصراحة في بعض الحقب كانت الكنيسة في مرحلة سودع بس هذا مش الكتاب المقدس ولا هوية يسوع ولا شخصية يسوع ولا حتى الرسل ولا الآباء الأولون كله واضح من تاريخ الكنيسة أنا آسف الوقت يعني آزف موضوع طويل لكن عاوز أقول فيش أنك تساير يسوع نبي عظيم ورجل عظيم وحكيم وفيلسوف لا لا يا بتآمن أن يسوع المسيح هو ابن الله مرة تانية ابن الله مش بالتناسل الجسدي لا يوجد مسيح في العالم يؤمن بالتناسل الجسدي هالتعبير روحي تؤمن أنه هو المخلص وأنك إنت محتاج للخلاص بعدين أين مصيرك أين أبديتك المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا المسيح وعد بالحال أبدية ووعد أن يعطيها للناس اللي بتحط ثقتها في الله من خلال ما عمله الرب يسوع المسيح تعب حالك شوي ابحث أدرس صلي قل لي يا رب اعلني وأنا اليوم بتحداك أنك ترفع التلفون أو رسالة وتقول لي إذا فيه في شخصية المسيح شيء بيحرج أو بيخجل أو بتنكس الراس لهذا السبب أنا أؤمن بيسوع المسيح المخلص الوحيد يسوع هو الرب وفي يوم من الأيام مكتوب ستشتو له كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب فأنا بصلي اليوم يكون ربك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر